محمد سليمان محل اعداء النادي الاهOoh مبروك الله يبرك فيك قال الراجل كل حاجة كبيرة واصغيرة وتفرج والحمد الله كان ما فاقل الساحلة الحمد الله كلها فريق عمل جميل جدا متنصط جدا متجنس جدا المؤسكر ده كان بفرصة كبيرة جدا ندس كل حاجة عن الزمالك وابقَ كان المالك وجودنا منقول النادي الاهOoh فكل ما كان في العالم。 اللهم آل ا asse teasing الحمد الله الحمد الله اللهم مبروك الله يبرك فيك مستمرين معك كابتن عيمن شوقي من داخل غرف ملابس النادي الآلي محمود بتولي محمود بتولي بقولك الف مليون سلامة وإحنا على الهوى في الشقات النادي الآلي الف مليون سلامة بطولة غالية وبدأتها والأسف حصلت الإصابة وحصلت الإصابة ولكن هو ده النادي الآلي الحمد لله طبعا فرحة طبعا يعني يمكن مش عايز أقول لك أننا حسنتها قبل كده ما حسنتهاش لأول مرة إن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله أنا إحساس ده عايز أحسه تاني وتالت ورابع فالحمد لله أنا يعني أنا بجد حسسنا أنا خفيت فالحمد لله ربنا يكرمنا إن شاء الله في اللي جاي ونحنبدأ سيزون جديد إن شاء الله بإذن الله أكون قريب من زمالي فيه اللي يجي النادي الآلي يتلقى البطولات معاه على طول قلت لك قبل كده اللي بيجي مجرد ما بتيجي النادي الأهل بتبقى عارف إن أنت بتنافس مش بتلعب على أول ولا تاني ولا تالت ولا رابع ولا أي حاجة من الحاجات البعيد أنت بتتكلم على إن أنت لبست التيشرت علشان خلاص أنت داخل على نهايات فلازم تبقى حضر نفسك وجاهز وعارف إن الخطوة دي مهمة من على رجليك؟ دي ماشي قويس؟ أنا خفيت ربنا ربي كده ومك بالسلامة وترجع ربنا خليك دي ماشي قويس؟ أه الحمد لله لحد ما الدنيا ماشي كويس جدا ربنا خليك الله يسلمه شكرا حبيب مستمرين معاك كابتن نايمان في تحتية خاصة وحصرية لشاشة قناة عنادي الآلي الفرحة حلوة والبطولات كويسة وما فيش أجمل من البطولات طبعا الرامي ربيع يلا رامي رامي سجدتوا على هذه سجدتوا يلا يحيا 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 الفوز غالي ومستمرين معاك كابتن نايمة في تحتية خاصة وحصرية معي ناجب من نجوم النادي الآلي كابتن رامي ربيع فيش أحسن من الفوز ومن البطولات وكمان لو ده من نايم الزمان اه طبعا متعدة متعدة طبعا على انت بتلعبت زمانك في النهاية فرحة كبيرة جدا ضغط العيبة وضغط الكمبين في الملعب ان انت خايف يعني مش خايف من الخصمة بس اعمل له احترام وفي نفس الوقت خايف ان البطولة دي على انها من ماتش واحد الحمد لله دي نوصل لمرحلة دي والحمد لله على النهاية والي يعني ربنا يكره ان شاء الله مبروك لجمهور النادي العظيم مبروك مستمرين معاك كابتن ايمن عمر السلية نجمي النجوم النادي الاهلي وصاحب الهدف الاول هدفه العروع ولا اجمل وهقول لك كابتن ايمن على مفاجأة عمر السلية بيتفعل ببناته ولازم يشوف بناته لكلامهم في التليفون لا يقولوا في فندق يبص عليهم دي او واحدة ويتفعل بيه صحيك دوت وش الخير ببنات وش يوم حلوة عليك وختمها ببطولة افريقية غالية جدا الحمد لله 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 الح طبعا يعني بطولة غالية ان شاء الله نقدر نبني عليها بطولات كتير. وشهم حلوة? البنات وشهم حلوة? طبعا طبعا. الليلة على طول بطولات الحمد لله والسوفية كمان بطولة افريقيا. قلت في الطيارة مش هسجل معي حدا خالص لما ناخد بطولة افريقيا واخدنا بطولة افريقيا نهارا. الحمد لله طبعا الحمد لله اللعبة كلها رجالة وتعبنا وربنا كافينا. الله يبارك فيه. مستمرين معاك يا كابتن ايمن. افا. نجمي 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 نجمي. افا شو بيه? عبيب يا شريب. اسألوا عالجول اسألوا عالجول. اتعالى. ايو قال لي اجيب جوني النهاردة. مع الفجر قال لي اجيب جوني. شفت الرؤية قلت لك ايه? نور برقنا. نور يا كابتن ايمن عمل التطهير او نادي العالجة او البروششان كورونا وباء اللي ربنا يعني بش يعني حين عنه. اوفا شبير مستفى شبير حارس الواعد مليون مبروك اوفا. بطولة غالية. ومشاء الله البطولات في رجليك. ما شاء الله هو في ايديك بقى عشان حارس. البطولات بطولة ولا بطولة. والنهاردة بطولة افريقية والاغلى والارضة. طبعا الحمد لله طبعا انا باشكر ربنا وباشكر اللعيبة. الحمد لله اللعيبة تابت. العيبة رجالة احنا الحمد لله نستحق البطولة. وبرضو احنا لعبنا منافس قوي جدا. نادي الزماليك نادي لازم نديله احترامه. فرقة كويسة جدا وفرقة قوي جدا. وما ينفعش اقلم من فريسة الزماليك لا بالعكس ده فريق قوي. بس الحمد لله احنا النادي الاهلي احنا قدرنا نتغلب وحتى ماتش كان فيها الصعوبات. وجيبنا قول بدري والحمد لله برضو يعني الظروف ما كانتش حصل حاجة بس الحمد لله ان احنا كسبنا الحمد لله التوفيق دايما التوفيق بيروح لصاحبه. على طول. رقمك ايضا. مش عايز اقول مش عارف عشان باتتاخده بتاع بس انا انا مش عارف بس الحمد لله يعني الواحد بيبقى. كتيرة. حمد لله. سك الخشف. على فكرة لما قلت لما قلت انه يعني ده فاضل النادي الاهلي علينا انه باخد بطولة اللي بيعدي من جمي النادي بياخد بطولة. شخص ده اقلل من نادي تاني. الناس خدت كم نابة تاري على نادي تاني بالعكس. عندي تقمة دايما في مصر اهلي زمالك اللي من جمي هون بياخد بطولة بس خصوصا النادي الاهلي لأ اللي بيعدي من جمي وبياخد بطولة الراجل اهو صلاح محسن صلاح محسن ما شاء الله مخايت في افريقيا جمي العارة اول امبر حهم اتقايت في افريقيا على فيه. اللي هو جاي بجوان في افريقيا جاي باربعة تجوان. جاي باربعة تجوان. في اسبوعها رجع يومين تمرين جي بخد بطولة ده اللي نقصد مكشف ده اللي من نادي تاني خالص. وفرصة برضو عشان اخوار التعصب. الله يا جماعة. فرصة برضو تاني عشان ننبذ التعصب. فريس زمالك فريق كبير. وفريق محترم. والنادي الاهلي برضو طبعا هو رقم واحد في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا وان شاء الله في كاس العالم ما عدى بإذن لا نروح نفس على مداليا ما نروحش بها ست ظهور مشارف. وبإذن الحمد لله. عالف امروك جميع النادي الاهلي. الله باري فيك. صلاح محسن كابتا دايما بدأ بطولة افريقيا في مباراة كانوا سبورت في غينيا. وهدف نزل هدف مع فيلر مستال فيلر ونغت موجود في الماتش. ونزلت علابة المباراة. وسبحان الله بترجع من العارة في اخر مباراة والاهلي بيوتوك بطولة اه بطولة افريقيا انك ما اتسع. انا ما اقدرش اقول غير الحمد لله. از ما يعني انت شاف صوتي اكسم بالله. انا في في المدرجات ما قادر مش قادر. يعني تعب السن اللي فقدت ده كلها. والبطولة اللي احنا كلها رجالة وبشكرهم جدا جدا جدا. والحمد لله احنا قادرنا نفحق البطولة اللي اغبسنها على الجمهور. نشكر الجمهور اللي دا عملينا على طول دايما وان شاء الله المزيد من البطولات بازن الله. اقوط معاتك مع النادي الاهلي وفي بطولة كاس مصر كمان كم يوم. ان شاء الله بازن الله اللي عبا كلها رجالة وطلعين من ماتش بطولة. وربنا يكرمنا ان شاء الله في البطولة اللي جاء ان شاء الله. مستمرين معاك كابتن ايمن في تغطية خاصة وعصرية. لكل مشاهدي قناة ال النادي الاهلي. الشنو. الشيناوي رقم واحد. في مصر والوطن العربي. ملوم مبروك يا شيناوي. فوسكو ببطولة افريقيا. او الشيناوي رقم واحد. ما شاء الله نمسك الخشب. هو ده الشيناوي. ملوم مبروك. اه الله بارك فيك. اه بقول لجمهورة الف الف مبروك والجاز الفني. والجاز اللي كان قبل كده. بقول لهم الف مبروك. تعبنا في البطولة دي ده عدنا سنة وشهرين ولا ثلاثة. الف مبروك تعبنا. لعبنا 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 وشط كوي جدا في الهلال. وماتش نجم السحلي. وتحطينا في دغوط جامدة جدا. ووعدنا بجمهور اللي احنا اخد افريقيا. الوعد ده كان عبق علينا جامج جدا للعبق. النهاردة الشيطة الاولين لا مكونوش كايزين. عشان الوعد اللي احنا وعدينه. والحمد لله شهد التاني كنا احسن بكتير عشان كده ربنا وفقنا وخدنا البطولة. وقولهم الف الف مبروك ووعدناكم ووفينا بوعدنا. وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. الحمد لله الحمد لله خدنا البطولة. بقول الجمهور الف الف مبروك. والادارة الف الف مبروك. الادارة تعبت معنا جامج جدا. وجهاز الفني. وكل فرد موجود للعمال. بالجهاز الطبي. بجهاز الاداري. بكل الناس. بكل الناس. اخلى كاس طبعا. طبعا للجمهور طبعا للادارة. اه. طبعا الكاز ده اولا لجمهور. وسانيا لمؤمن. وسانيا للعيبة. والادارة. وجهاز الفني احنا تعبنا جدا عشان ناخد الكاز ده. واللعيبة اللي هنا ضحت. اللعيبة اللي هنا ضحت. جامج جدا. قعدنا. الفترة اللي فازت كلها ضحت عشان تجيب الكاز ده. والوعد اللي احنا كنا معدين له جمهور. بكسم بالله. يعني كنا نفكر فيه كل يوم. يعني الحمد لله خدنا البطولة وخدنا الكاز. ان شاء الله اللي يكون احسن عندنا نشاط جاية. نفكر فيها. ربنا يكرم. وبقول للناس كلها الف 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 الف. مبروك. مبروك علينا الكاز. انا قبل بنروح الكاز هم من زكريا. ما انا قلت هم من زكريا. كان دي عامل السحر معنا. طبعا. انا 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 في وقت من الوقات ا 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 والحمد لله النهاردة هو اللي رفع الكاس وخدنا البطولة وقال لهم إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة والأسرتك والآلة كلهم احنا مفتقدينك وإن شاء الله إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله حارس عاري النادي الآلم اللي هو مبروك ألف ألف أبروك استبريم معاك كابتن أيمن في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الآلم محمد هاني بكراية النادي الآلم منتخة مصر ملوم مبروك وإحنا على هوا بارك رجمهير بس ألف أبروك ألف أبروك والله إحنا تعبنا الحمد لله إحنا تعبنا وربنا يعني اللي بيتعب ربنا بيتدوله في الآخر يعني إن شاء الله لقولك لنا كده ألف أبروك عامل محمد هدي طبعا نجم نجوم النادي الآلي وممكن تعلق كتير مع النادي الآلي نقول له مليوم مبروك كابتن أيمن دي كانت تغطيتنا الخاصة والحصرية لشاشة قناة النادي الآلي أعود لك من جديد على أمل الرجوع مرة أخرى بلقاءات خاصة وحصرية لشاشة التميز شاشة رقم واحد شاشة قناة النادي الآلي مليوم مبروك فوسكو بطولة أفرق مليوم مبروك فوسكو بطولة أفرق الحمد لله طبعا ألف مبروك لنا ألف مبروك الجمهور النادي الآلي وكل اللي بيشجع النادي الآلي في العالم كله الحمد لله يعني بطولة غالية علينا كلنا الحمد لله ربنا كافئنا مليوم مبروك فوسكو بطولة أفرق الحمد لله والله الجمهور النادي الآلي العظيم يعني حاجة لهم يعني إحنا عارفين إحنا مصرين مع الجمهور الأهلي الحمد لله بنصالحهم بالبطولة إفريقيا وإن شاء الله ينتظروا المزيد من البطولات لأنه ده نتعودين منه من النادي الأهلي من وإحنا صغيرين كل البطولات مع النادي الأهلي فإن شاء الله يعني فرحيته حلو أنها جت من لعبة الزمالك كان مرشي قوي ومرشي مهم جداً كان في منافسة شريفة الحمد لله على المكسب ومبروك لجمهور النادي ابستوا وفراحوا وإحنا قداء إن شاء الله مبروك للمكسف الحمد لله مبروك لتسعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة